وكبيرة جدا ومن مناسبة ومن مناسبة صعبة جدا في حكاية كده دماتي لتكلم عنها حسن حسن قبل كده وانا مؤيدها جدا جدا فكرة استسهال المهمة وان احنا كده كده واصلين كاس العالم وان احنا المفهول نفكر هنعمل ايه في كاس العالم ده كلام انا اسف ماينفعش يتقال ماينفعش يتقال خالص ما احنا كده بنودي رسالة للاعيب منتخب مصر وللجهاز الفني نعم بوركينة ايه انت هتخش تكسب بوركينة دي اتنين تلاتة غينيا بيساو هتكسبهم في ارضهم عادي غينيا بيساو عامل يتكس افريقيا محترم جدا بوركينة منتخب كله محترفين اه اه احنا افضل بس ماينفعش نقول ان المطشط دي سهلة ماينفع خلاص حمافوت تخطينا الجملة الشهيرة اللي هي بتاعت ايه افريقيا ما بقاش فيها منتخب سهل عرفناها دي حفزناها يعني فاحنا برضو ما زلنا بنستسهل المهمة انظام التصفيات اللذيذ يسهل لنا المهمة شوية عدد منتخبات الافريقية اللي زاد في كاس العالم اللي جاي فسهل الامور شوية بس ما سهلهاش على الاخر مش هنخش كاس العالم واحنا ما منتدربش كويس واحنا مش هنحط خطة كويسة واللعيبة بتاعتنا مايلعبوش بمجود محترم مش هنوصل كاس العالم مش هنوصل مش هتبه مفاجأة يعني لازم نهتم ويبقى عندنا مسئولية كبيرة من كلنا من كلنا دي اللي هي ايه اللعيبة والجهاز الفني وإدارة الاتحاد الكورة واحنا كإعلاميين وحضرتك كمشجع كلنا يبقى عندنا المسئولية دي ان احنا لازم نوصل مصر بلدنا لكاس العالم بتجنين انا من فكرة يقولك ايه ايه لحده بيطبل لمدرب منتخب مصر يا سيدي والله ما بنتبل لكابتن حسام حسن بس بنتبل لإسم المدرب مدرب منتخب مصر التايتل بتاعه وتلاقي بقى حدي يقولك انت مش كنت بتقول ان كابتن حسام حسن اختراته كويسة اللي قدر الله فيه تعصه ان شاء الله ما بقش فيه تعصه انت مش كنت بتقول ان فيتوريا دوت ماشي بشكل كويس وانت اختراته كويسة ما حافظه يدعم لحد النهاية اه مفيش مانع نقول ايه والله يا كابتن حسام ما تبقى تحط عينك على فلان والله يا كابتن حسام فلان يعني كان لسه مش جاهز قوي ما كان ممكن ما تاخدوهش بس اللي هو ايه عشان في الصيغة بتاعت الكلام مش اللي هو انت ازاي ما خدتش فلان انت ازاي تاخد فلان انت مش عارف حاجة انت مش مهم حاجة لا 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 الكسة ما بتبقىش كده ابدا بعدين تاني هعيدها بقى الجملة دي كل شوية كل حالة بقولها دي قائمة من خمسة وعشرين لاعب لو اعتبرنا ان في ستين لاعب في مصر على الاقل ممكن يستحقوا بنظرنا انهم يخشوا المنتخب مصر المدرب مش هيختار غير خمسة وعشرين لاعب ففي خمسة وتلاتين واحد احنا عمين نتكلم عنهم المفروض ايه نعم القائمة دي اختصرناها شوية وخليناها في تلات اربعة لعيبة بس في خمسة وتلاتين لاعب كمان ممكن نقول انهم ما يستحقوا هيعمل ليه بقى المدرب بتاع المنتخب وانت فاكرك هو كمان مش شايف انهم ما يستحقوا هو كمان شايف انهم ما يستحقوا واشرح الجزائي دي تاني وافضل اشرح معظم الناس يتكلموا على عمر جابر وعمر كمال عبدالوحي التحديدا ليه ما اتخدوش المنتخب الموضوع بسيط وسهل وبرضه انا ما اتكلمش مع كابة حسام حسام وما معرفش افكاره فيها ايه بس بحاول اقراها يعني انه انا عندي محمد هاني البكرايت الاساسي المنتخب مصر وعندي اللي هيلعب بعديه في البكرايت يا اما اكرم توفيه يا اما احمد رمضان بيكم واللي اتنين ينفعوا يلعبوا في مركز اخر يعني اكرم ينفع يلعب في وسط الملعب واحمد رمضان بيكم ينفع يلعب في الدفاع فاللعيب اللي ينفع يلعب في مركزين هاخدو هتقول لي ما عمر كمال عبدالواحد وعمر جابر بيلعبه على اليمين واحيان بيلعبه على الشمال يعني ينفع هقول لك ما هو الشمال مليان زي مليان فيه فتوح وفيه حمدي والتالب بتاعهم كوك أنا بختار قائمتي على سيدة إصابات غيابات قفات أي ظروف طرقة يبقى عندي بديل واثنين وثلاثة في كل الخطوط ده بيحصل يا جماعة من المدربين الأجالي وبيحصل من كل المدربين اللي في العالم هم ما بيختاروا اللعيبة اللي هم ما عايزنا فإحنا عطول ده فيه معقف شخصي ده فيه خناقة ده فيه مش عارف إيه ما فيش الكلام ده توقع أو إداية للقايمة والمشهد الله أعلم يعني مش عايز أقول لك مثلا إيه أكيد الكابتل حسين وحسن ما عندوش مشكلة مع عمر كمال عبد الواحد بس أنا تصوري بنسبة كبيرة إنه ما عندوش مشكلة مع عمر كمال عبد الواحد تصوري يعني وخلينا نشوف وأنا قلت لك أول مبارح الأيام بيننا وهتجيبه الفيديو ده تاني عمر كمال عبد الواحد هيبقى ليه دور مهم في منتخة مصر مع الكابتل حسين وحسن في معسكرات قادمة توقع برضو والأيام بيننا توقع برضو